وينضم إلينا الآن من واشنطن الدكتور جميل الشامي مؤسس التجمع الجمهوري للعرب الأمريكيين ومن باريس المحلل السياسي سيد كامل المرعاش أهلا بكم معنا ونبدأ معك دكتور جميل يعني بسؤال افتراضي ربما عن المرشح المفترض دونالد ترامب ما الذي يمكن أن تحمله جمهوريته الأولى للشرق الأوسط إذا ما فاز طبعا في الواقع استقلاليته وكونه خارج السرب فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية نحو الشرق الأوسط فهو غير مدين لمجموعات الضغط وثانيا مستقل بأفكاره كونه جديد على معترك السياسة ويؤمن بالمصالح المشتركة بين أمريكا والعالم العربي حتى له مصالح خاصة في شركاته في دول عربية وبالتالي أنا من الناس المتفائل أن استقلاليته ستكون لرفع سقف التفاؤل في هذا المجال وهو منذ ما يزيد عن خمسين سنة سقف التفاؤل في هذا المجال لم يتعدى الصفر فعلى الأقل في عهد ترامب إذا كان عهده في الرئاسة سيكون على الأقل خمسين بالمئة وهنا أود أن أقول الاعتبارات التي تراودني وأتحدث عنها تشمل السيناتور بيرني ساندرز باستقلاليته وكونه غير مدين لمجموعات الضغط طيب أنتقل إليك دكتور كامل المرعاش إذن هل هناك في رأيك في جعبة المرشح الجمهوري المفترض دونالد ترامب ما يبرر تلك الآمال أو المخاوف والهواجس برأيك؟ نعم حقيقة لأن ترامب يأتي من خلفية رجل الأعمال وليس من خلفية رجل السياسة أو حتى الرجل العسكري كما كان الحال عند أغلب الرؤساء الأمريكيون وهناك مخاوف حقيقية من ماذا يحمل رأس هذا الرجل عندما يدخل البيت الأبيض هل سيتغير؟ هل سيضغط عليه حزبه ليسيرا في نسق سياسة الحزب الجمهوري التقليدية التي نعرفها جميعا؟ كل ذلك تساؤلات سيجيب عليها السيد ترامب من هنا إلى موعد الانتخابات الأمريكية وما نشهده الآن في الحزب الجمهوري من انقسام حاد حول الشخصية الجدلية للسيد ترامب لم تحسن بعد هناك حراك داخل الحزب ربما ينقسم الحزب بسبب هذا الترشح ولكن المشكلة أن ترامب يجمع حوله الصوت الاحتجاجي الكبير في الولايات المتحدة على مؤسسة الرئاسة وغيرها من المؤسسات ويخشى أن هذا الصوت ربما سيوصل ترامب إلى البيت الأبيض وهنا سيكون السيد ترامب له اليد الطولة في السياسة الخارجية وسيعتمد على خلفيته كرجل أعمال وليس كرجل سياسة في معالجة كافة الملفات لكن في رأيي أنه لن يستطيع تحقيق كل الوعود الانتخابية لأن المسألة ليست صفقات تجارية وخصوصا تحدث عن أوروبا وعليها أن تدفع الكثير والكثير للولايات المتحدة من أجل تأمين أمنها تحدث عن الشرق الأوسط عن دول الخليجة التي يجب أن تدفع وتدفع هو يفكر بعقلية رجل الأعمال لكن هذا لا يتناسب مع سياسة دولة عظمى لديها اليد الطولة في تقرير مصير العالم دكتور جميل فيما يلي عملية سلام الشرق الأوسط والوضع في سوريا تحديدا في رأيك ما الذي سيحمله المستقبل بالنسبة لتوجهات ديبلوماسية واشنطن في الواقع أتوقع من الرئيس ترامب إذا كان له حظ بالرئاسة أن تتبع سياسة جديدة وليست المسلمات التي تبعتها السياسة الخارجية الأمريكية خلال عقود كثيرة مثل إسرائيل الديمقراطية الوحيدة ثانيا الاحتلال لفلسطين وهي أم مشاكل العلاقة بين أمريكا والعالم العربي والحديث عن الإرهاب ليس هناك أقصى إرهاب وأسوأ إرهاب من الاحتلال الاحتلال الذي يطبق على النفوس ويقتل ويبطش والمسلمات الأمريكية ترى ذلك شبه طبيعي ولا تسعى لدرء والإنهائه وبالتالي أتوقع استقلالية جديدة وتفكير جديد لحل هذه المشاكل أمريكا في العهد الأخير كانت سباقة للحروب وإرسال قوات العراق وسوريا على سبيل المثال وحيث قتل الكثير من الأمريكيين الجنود والضباط وكلف ذلك الخزينة الأمريكية مليارات كثيرة مما أثر على الاقتصاد ووجهة نظر ترامب مغايرة لهذا الاتجاه ولا بد أن أسمحوني أن أقول أنه لدي نافذة صغيرة أعرف فيها ترامب وهو شريك لأخي فاروق الشامي في مسابقات ملك الجمال أمريكا وملك الجمال العالم وأعرفه من قرب في الواقع طيب دكتور جميل دعني فقط أرحب من جدة بالمحلل السياسي سيد خالد بطرفي أهلا وسلام بك معنا سيد خالد قبل سنوات راهن عرب ومسلمون على المرشح الديمقراطي حينها باراك أوباما ليكون ذلك الوجه الجديد الذي يمكن أن يلبي نداء العالم كيف ترى الصورة اليوم؟ أنا كنت في ذلك الوقت لست مؤيدا لباراك أوباما أو على أقل لنوة التفاؤل العالية لأنني كنت أعرف عندما يأتي شخص متهم مسبقا عند طائفة كبيرة من الأمريكيين فلا بد أن يثبت العكس أنه ليس مع العرب وليس مع المسلمين وبالتالي سيتخذ مواقف مناقضة لتوقعاتنا منه بالنسبة لترامب الأمر نفسه فهو الآن جاء بوعود انتخابية قد تبدو مقلقة لنا كعرب وكمسلمين ولكن في النهاية هو رجل براغماتي ورجل أعمال يعرف من أين تؤكل الكتف كما يقولون ويعرف الفرق بين الممكن والمستحيل كما في الأعمال كما في السياسة هو فن الممكن وليس فن المستحيل ولذلك فهو يدغدغ مشاعر الجماهير الأمريكية ويعدها أو ينفس عن غضبها على الإدارة الأمريكية يطمئنها وهي تخافة الآن من حالة الإرهاب التي تسود العالم بأنه سيكون الرئيس القوي الذي يضمن لهم السلامة ويسحق خصومهم في العالم وعداءهم لكن الواقع شيء يعني شارون عندما جلس في مكتبه قال لخصومه أو حلفائه الذين طالبوا بتنفيذ وعوده إنني أرى من وراء هذا المكتب ما لا ترون فما في شك أنه عندما يجلس في مكتب الرئاسة وحوله وزراء ومستشاري سيفهم العالم بشكل أفضل كما فهمه الرؤساء الجدد على الساحة السياسية من قبل أشكرك شكرا جزيلا من جد المحلل السياسي سيد خالد باطرفي ودكتور جميل الشامي مؤسس التجامع الجمهوري للعرب الأمريكيين بالإضافة إلى المحلل السياسي الدكتور كامل المرعاش شكرا جزيلا لكم جميعا